بداية من بكرة إن شاء الله يكون يعود الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لاستقناف تدريباته اليومية بعد انتهاء فترة راحة سلبية الكل الأشاد بهذه الفترة لأنه في ظل هذه المجهودات الكبيرة اللي قام بها كل لعبت النادي الأهلي خلال الفترة السابقة في ثلاث شهور لعبت عدد كبير جدا جدا من المباريات وعدد كبير جدا من البطولات خدت راحة محترمة إن شاء الله يعود النادي الأهلي بداية من بكرة لاستقناف تدريباته لعبت في المونديال لعبت في أفريقيا لعبت في الدوري لعبت في محلي في الكاس لعبت في كل حتة وفي كل البطولات نجح المارد الأحمر الحياة أنه يتوج بالبطولة البرونزية ويقدم مستويات ما فيش غير واحد بس اللي بيقول مش عارف ايه لكن بقية الناس كلها بتتكلم عن أن النادي الأهلي يقدم مستوى يليق بكرة القدم المصرية وكرة القدم الإفريقية والنادي الأهلي خير من يمثل كرة القدم المصرية والإفريقية في هذا المحفل الدولي الكبير بطولة كأس العالم للأندية بكرة إن شاء الله يعود ولكن في ظل غياب عدد كبير جدا جدا من اللاعبين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية كل المنتخبات الحقيقة سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو حتى منتخبات الناشئين خلال فترة الراحة مستر كولر كان بيدرس كل أحوال الفريق الفني أنا عايز إيه؟ الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة هتبقى عاملة إزاي؟ عندي بطولة دوري هعمل فيها إيه؟ هلعب إزاي؟ قد يكون هناك تغير في طريقة اللعب؟ أنا معرفش أنا بكلم مع حضراتكم وبنسأل هل من الممكن أن نرى تغيرا في طريقة طريقة اللعب؟ يعني بدل 4-3-3 يلعب 4-2-3-1 يلعب 3-5-2 يلعب 4-1-4-1 مش عارفين هو ده اللي بيفكر فيه هو ده اللي حيعلم لعبته خلال الفترة اللي جاية عندك نهائي كاس مصر في مارس المقبل ده غير بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي أنت بطالها أولى المباراة أول ما هترجع هيبقى بعد نهاية مباراة كاس الوم الأفريقية هيبقى شباب بولوزداد الجزائري في شهر فبراير المقبل يمكن المباراة من رغب من نهاية هتتلاقي في الجزائر أن ميستر كولر هدفه هو تحقيق ثلاثة نقاط في هذه المباراة أو كالعادة أو كما يفكر دائما كل النادي الأهلي أو كل من يمثل النادي الأهلي كيف يستطيع أن يفوز بإذن الله شوط كبير نقدر أو مباراة كبيرة نقدر نعملها هناك عشان نقطع شوط كبير من التأهل إلى الأدوار النهاية